هذه المشاهد في كافة أرجاء الجمهورية عندنا تقريباً عشر محافظات ضربتها الأمطار والأحوال الجوية السيئة لكننا كنا مستعدين والحقيقة لازم حي الدخلية وكل رجال الدخلية الموجودين في الشارع 24 ساعة منهم يعني هم على طول في الشارع ولكن كان فيه تكثيف لجهود الدخلية في وقت الأمطار زي ما انتم شايفين لأنه هنا لما بيحصل تجمع للأمطار لما حتى المطرة بدون تجمع بيبقى فيه بطء في حركة المرور والحقيقة هم كانوا موجودين في كل أرجاء المحافظات كلها مش بس القاهرة أو الجيزة لتسهيل حركة المرور وده واضح بشكل كبير للناس اللي نزلت حتى الشوارع وشايفة حركة المرور عاملة إزاي نذهب إلى الأسكندرية خالد الأمير مرسلنا من الأسكندرية الوضع إيه خالد إيه أكثر المناطق اللي تضررت في الأسكندرية؟ ستاكدر 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 أمير أكثر مناطق رضي الدرقة الأسكندرية هي مناطق العجمي وكبر الصروا السمكية أسفل كبر الواحد وعشرين منطقة البطاش أيضا طريق مصطفى كامل والمحافظ الأم متواجد فيه منطقة المعمورة البلد وطريق الصحراوي طريق مطر الأسكندرية الصحراوي العمرية وكالة الخضر والفاكة في العمرية وعدد كبير مناطق الأسكندرية لكن بشكل عام أن المطر لم ينقطع منذ مساء أمس حضرتك سمع معي الأضاعد والبرق شغالين ومطر مستمر لا يكاد ينقطع حتى يعود من جديد الأمطار تضرب الأسكندرية هذا الحد دلوقتي يا خالد يعني الدنيا بتمطر عندكم الحد دلوقتي؟ ما زال السمرار الأمطار بغزارة وكسافة مصخوب أبرعد وبرق شديد محافظ الأسكندرية متواجد في مصطفى كامل لحل أزمة غرق شرع مصطفى كامل سكندرية العامة المحافظة لوقت في التحت المامة متواجد أيضا في العجمي أن الوضع صعب شوية في العجمي عندنا أيضا دعم من شركات البترول للملاطق التي فيها مياه مرتفعة وتكاملات مياه وأيضا من قوات المسلحة أيضا قوات الحمالة المدنية أيضا تشارك أيضا في رفع المياه لأن الوضع صعب جدا في سكندرية بسبب الهطول المستمر للأمطار يعني الأهم حاجة هل فيه شعور أننا كنا مستعدين يا خالد يعني كل الجهات كانت مستعدة كنا عارفين دي نوة المكنسة وبالتالي نبقى عارفين موعيد النوات هل فيه استعداد كان واضح؟ كان هناك استعداد بالفعل منطقة العمرية اللي هي مناطق الخضار والفكهة حوالي بيت عربية ودعم 50 عربية يعني هم نتكلف 150 أو زين عربية لا يكفو كل نحية الأسكندرية منطقة العمرية اللي هي مناطق الخضار والفكهة حصل لها إيه؟ يعني تم إزالتها بالكامل ولا إيه وضعها بالزبط يا خالد؟ هناك محاولات رفع المياه إلى الآن في وكالة الخضار والفكهة يعني ودي بتاخدم غرب اسكندرية كلها ومساحة شسعة بيحاول يطوع المياه بشكل مستمر لكن هناك أزمة أن ما تم استعداد فيها ودي طبع غرفة التجرية في اسكندرية لما تم تطهير الشنايش فيها بشكل جيد أو العبار اللي فيها وده حسب كلام التجرية المبنية في اللوكال عاصر الصرف في اسكندرية أخباره إيه؟ لأنه دايماً الصرف في اسكندرية كان دايماً فيه مشكلة يعني مهما استعدنا برضو بيبقى فيه مشكلة في الشنايش في مشكلة في البلاعات الوضع إيه؟ الأزمة مش في الشنايش والصرف أكثر من أزمة أنه أنه ما فيش خطط أساسي في أمطار لوحده لكن المطر بيصرف على بلاعات الصرف الصحي التي لها تسوق أكثر من مليون ونص متر مكعب حسب إحصائية محافظة اسكندرية وصرف الصحي فبالتالي صرف الصحي بيحصطيه أزمة مع كل كمات الأمطار وبالتالي محافظات الرفع ما تستطيعش ترفع كل الكمات دي في وقت سريع وبيحصت تحت أزمة في الشوارع لكن نقدر نقول أن الأمر تحت السيطرة يعني دا مش زي الكوارث اللي شفناها قبل كده لا حقيقة لازم الوضع تحت السيطرة في الأسكندرية لكن هناك توقعات أن معزدة الأمطار أن يبقى فيه أزمة قليلا لكن أقل من العام الماضي أقل من العام الماضي شكرا خالد الأمير مرسلنا في الأسكندرية ترجمة نانسي قنقر